أقدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء البلجيكي أليكساندرو دوكرو اجتماعا مع ممثل تحالف بلجيكي للشركات المتخصصة في مجال الطاقة والهايدروجين الأخضر وقدم ذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لديها فرص واعدة في مجال الهايدروجين الأخضر والطاقة المتجددة معربا عن تطلع مصر للاستفادة من خبرات الشركات البلجيكية المتخصصة في هذا المجال ومشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير مختلف سبل الدعم لزيادة الاستثمار في الهايدروجين الأخضر على أرض مصر من جانبهم أكد ممثل الشركات البلجيكية على تطلعهم واهتمامهم بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لا سيما في ضوء اهتمام أوروبا البالغ بالتوسع في إنتاج الهايدروجين الأخضر شكرا